اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين موقع اخباري عمال اليمن يتحضون ضد اوامر ميليشيا الحوثي للتأمينات صحيفة عربية تقول 150 يمنيا يخاطرون بحياتهم عبر الخدود السعودية هاربا من الحوثيين موقع خاص بحركة الملاحة الدولية ينصح البحارة عدم تخفيف السرعة قبلة سواحل اليمن وبالابحار نهارا وفي الخبر الاكثر قراءة خبراء جيولوجيا يؤكدون قارة ثامنة مخفية ستعيد رسم خارطة العالم اهلا بكم نبدأ من موقع الموقع بوست والذي يرصد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في محافظة ايب وعنونا الموقع ميليشيا الحوثي تداهم منازل المواطنين بمدينة القاعدة وتنهب محتوياتها وقالت التفاصيل ان ميليشيا الحوثي صالح والمخلوع داهمت منازل مواطنين ونهبت محتوياتها وافزعت ساكنها جنوب يئب وسط اليمن واكدت مصادر محلية للموقع بوست ان حملة من مسلح الميليشيا داهمت منازل عدد من الاهالي في المدينة بينها منزل عبدالله وعبدالرحيم الدباني ومنازل آخرين وقامت بنهب محتوياتهما من مجوهرات ومبالغ نقدية واساث وصادرتها يتابع الموقع تأتي هذه الانتهاكات بعد يوم من حملة مماثلة في مديرية بعدان وقبلها حملة تنكيل نفذت الميليشيا ضد اهل عدد من قرى بلاد الحذيفي بمديرية القدين وفي الصفحة الرئيسية لموقع يمن مونتر نقابات عمالية كبرى بصنعاء ترفض تمرير الحوثيين لمشروع التأمينات وأعلنت نقابات عمالية رفضها تمرير جماعة الحوثي مشروع قانون التأمينات الاجتماعي في العاصمة صنعاء وبحسب مراسل يمن مونتر فإن من بين النقابات التي أعلنت رفضها نقابات شركة النفط والغاز والبنوك وممثلي البريد والاتصالات والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن وقال صالح أبو حدر ممثل نقابات عمال الشركات النفطية لمراسل يمن مونتر أصبحنا لعبة بأيدي القرارات الأخيرة الصادرة من اللجان الثورية غير الدستورية والتعيينات التي فرضتها الجماعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة وأضاف أن عدد المؤمن عليهم أكثر من أربعة آلاف موظف حتى عام 2015 أو أربعمائة ألف موظف حتى عام 2015 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن أحد عشر ألفا وثلاثة وتسعين من المؤمن عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأميلية منذ ثلاثة أشهر على التوالي رغم أن السيولة الخاصة بالرواتب موجودة في الحسابات المخصصة لهم نختلف مع الشرعية ونفترق مع الانقلاب لماذا؟ هكذا عنونا محمد عبدالوهاب الشيباني مقاله المنشور في الاشتراك نت وقال في جزء من المقال نفترق مع الانقلاب كونه انقلابا كامل الأركان أجهز على حلم اليمنيين في بناء الدولة والتعايش دون وصايا أو استبداد وبكونه بندقا حول مدن وقرى اليمن إلى ساحة حرب ودم وفوضى نفترق معه لأنه أرد منذ الوهلة أن يكون تحالف حرب ضد اليمنيين ولم يحمل في الأصل مشروع إنقاذ كما حاول أن يقول خطابه المبكر وهو يبرر لتجيوشه وتمدده وبدلا من ذلك حمل أدوات قاهرة لكسر إرادة اليمنيين في تأسيس مشروع التعايش خارج وصايا المركز العصبوي المقدس وأدواته التاريخية في الحكم فكان انقلابه أولا على مخرجات الحوار الوطني التي مثلت بصيص الأمل في الفكاك من فائض القوة وتراكمها التاريخي في المركز وثانيا في ابتلاع الدولة وتوظيف مؤسساتها بكل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة المشروع العصبوي الأضياق ولهذا نقول إن مشروع استعادة الدولة وحلم جميع الفرقاء وحلم ضحايا الصراعات في كل جغرافية لأنه يمثل الضمانة الحقيقية لإنهاء الاحتراب وإنتاج قوانين العدالة الانتقالية الممهدة لمصالحة المستدامة والتي يمكن أن يسهم بها أيضا تحالف الحرب الداخلي بقبوله ليكون مكونا سياسيا طبيعيا يتخلى عن منزعه العنفي ووهمه في حكم بلاد متعددة ومتنوعة بقوة السلاح والتجيش العصبوي لأن هذا التحالف في نهاية الأمر تعبير واضح عن مصالح جزء من البنية المجتمعية التي لا يمكن عزلها أو اشتثاثها كشفت وثيقة مسربة نشرها موقع الصهاري جينيوز المهتم بأخبار عدن والمدن المحررة أن الأمن القومي يفتقر إلى مبنى دائم في العاصمة المؤقتة وأنه يعمل بدون وجود مقر مخصص له وحسب الوثيقة فإنه كان من المفترض أن تخصص أحد المباني مقرا لجهازي الأمن القومي والأمن السياسي في عدن لتفعيل العمل الاستخباراتي بالمحافظة إلا أن ذلك لم يحدث وقال الموقع إن توجيهات صدرت إلى مدير الأمن بسرعة إخراج المسلحين الذين يستولون على أحد المباني بقوة السلاح منذ نهاية الحرب إلى أنهم رفضوا تسليم وحسب مصدر تحدث للموقع فقد فشلت عدة محاولات لإخراج المسلحين وقد كانت هناك وساطات من جهات حكومية باءت بالفشل أيضا يتابع الموقع جهاز الاستخبارات لعب دورا كبيرا في عدن من خلال الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية بجهود ذاتية موقع الاشتراكي عنوان في صفحته الرئيسية فريق من المفوضية السامية يزور الضالع ويلتزم بترميم مكتب الأحوال المدنية قال الموقع إن فريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زار محافظة الضالع للاطلاع على الوضع الإنساني للنازحين في المحافظة خصوصا في المناطق التي ما تزال تعاني الحرب وقال مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة نبيل العفيف إن الفريق ناقش أوضاع النازحين في المحافظة خصوصا النازحين من مديرية قعطبة شمالا والمناطق المجاورة لها والتي لا تزال الحرب فيها قائمة وأضاف العفيف أن الفريق بحث أيضا احتياجات المكاتب التنفيذية كالتأثيث والتجهيز وإعادة تأهيل المحاكم والنيابات عن تجمع اليمنيين حول كل ما يسعدهم ويعيد إليهم الثقة بأنفسهم ووجودهم في هذا العالم كتب فارس ألبيل مقاله المنشور في موقع المشهد اليمني وقال في جزء منه منذ سيل العرم واليمنيون يفتشون عن فرحة تلهم فزع قلوبهم الذي بثه التاريخ والجغرافية والسياسة وأشياء أخرى كثيرة في العصر الحديث لم تكن معاناتهم أقل فقد تبدد حظهم العاثر في زمن التسابق والنهوض الحضاري الذي يبدو أنه جاف اليمن وزواها بعيدة عن كل نعمائه إلا من المشكلات والأسى فلم يكن بخيلا إزاءها ومنحها الكثير من العثرات ظل اليمنيون على الدوام يبلعون غصتهم ويكابدون ليتفوقوا على واقعهم وإن كان العناء هم من يتفوقوا دائما تبعا لهذا كل ما فتحت نافذة تعني الهوية اليمنية أو تمثلها تنأس اليمنيون تمزقاتهم وأسرعوا إلى التقاط الفرحة من كوة الضوء القصية حدث هذا بالتفاف كبير مع ما لا ينتمي للسياسة مع الرياضة مثلا شجعوا فريقهم الأضعف وآذروه في مراحل عدة كما شجعوا الحدث الرياضي ببسالة وإدهاش وإن كانوا الأخسر كما حدث في خليج عشرين لأنه أقيم بينهم في مدينة عدن وأذهلوا العالم بحضورهم وتشجيعهم كأنهم يريدون إثبات أنهم على قيد الوجود وإن تمون لهذا العصر بمباهجه حتى وإن خذلتهم الأقدار التفوا حول شباب موهوبين تقدموا لبرامج الغناء خارج اليمن وكان اليمنيون الأكثر تشجيعا ودعما رغم فقرهم حدث ذلك مع موهوبين يمنيين في الشعر وفنون ومسابقات أخرى كأنما يسابقون خذلانهم بما تيسر لهم من حياة وفي تقرير حديث لصحفيات بلا قيود نشر موقع الوحدة وينت مقتطفات منه قال إن 208 حالات انتهاك تمت بحق الصحفيين اليمنيين خلال العام 2016 بينها 9 حالات قتل وقالت صحفيات بلا قيود في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحفية إن عام 2016 كان العام الأسوأ بكل المقاييس في حق الصحفة اليمنية منذ عقود وتنوعت تلك الانتهاكات بين قتل واختطاف واعتداء وإصابة وتعذيب وتهديد بالقتل وفصل تعصفي وفصل من الوظيفة العامة وشدد التقرير على ضرورة ضمان التزام وتقيد كافة أطراف الصراع بالقانون الدولي الإنساني واحترام حرية الرأي والتعبير مؤكدا ضرورة تغيير الخطاب العدائي تجاه الصحفيين وأوضح التقرير أن منظمة صحفيات بلا قيود اعتمدت معايير الأمانة والنزاهة والحياد والموضوعية والشفافية في كتابة التقرير وقد غطى كل الانتهاكات التي طالت الصحفيين دون استثناء وقال التقرير إن 18 صحفيا وإعنابيا لا يزالون في المعتقلات بينهم 17 صحفيا في سجون ميليشيات الحوثي يتعرضون للتعذيب الجسدي وأحالتهم الصحية تتدهور يوما بعد يوم جددت نقابات الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الزملاء الصحفيين المختطفين بمناسبة مرور عام على اختطاف الحوثيين للصحفي عبدالله المنيفي والناشط الإعلامي حسين العيسي في مدينة دمار وينقل موقع المصدر أونلاين عن نبيل الأسيري عضو مجلس النقابة إن النقابة تطالب بالإفراج عن الصحفيين المختطفين وعددهم 17 صحفيا لدى الميليشيات التابعة للحوثي وصالح وزميل محمد المقري المختطف منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في المكلة وأضاف الأسيري مر عام على اختطاف الزميل الصحفي عبدالله المنيفي والناشط الإعلامي حسين العيسي أثناء ممارستهما عملهما الصحفي والإعلامي من قبل ميليشيات وسلطة الأمر الواقع في مدينة ذمار وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدين هذه المرة تنقلنا صحيفة العرب الجديد لمحافظة عدن حيث قالت الصحيفة إنه من المقرر أن يستأنف مطار عدن الدولي استقبال وتسيير الرحلات الجوية بعد تعليقها لأسبوع على إثر الأزبة التي شهدتها عدن بين قوات الحماية الرئاسية وأخرى تتولى خماية المطار رفضت الالتزام بتوجيهات الرئاسية مصادر في مطار عدن الدولي أعلنت أن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار يأتي بعدما منحت قوات التحالف العربي إذنا بإعادة تشغيله مصادر مطلعة بعدا في حديثها للعرب الجديد لفت صحة ما تردد عن أن قوة من الحماية الرئاسية تسلمت المطار الذي توقف منذ الاثنين الماضي وكانت شركة الطيران اليمنية حولت رحلاتها إلى مطار سيئون في حضر موت والذي يعد إلى جانب مطار عدن أبرز منفذين جويين في ظل استمرار إغلاق مطار صنع الدولي قالت صحيفة الخليج الإماراتية في أحد أخبارها إن مئات يهربون يوميا من الحوثيين إلى السعودية الصحيفة نقلت عن قناة العربية قولها إن حرس الحدود السعودي في مركز نيد العقب الحدودي يوقف مئة وخمسين متسللا يوميا من الأراضي اليمنية إلى المملكة مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء يهربون من حكم الميليشيات الانقلابية التي تنتهج استراتيجية الحدود المفتوحة ولذلك يهرب اليمنيون نحو الأراضي السعودية مقابل مبالغ مالية وهو ما تصنفه القوانين الدولية بالمتاجرة بالبشر تتابع الصحيفة في قطاع الدائر الحدودي في جزان السعودية يقبض يوميا على نحو خمسمائة متسلل منهم خوالي مئة وخمسين متسللا في مركز نيد العقب أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت الانقلابيون ينهبون مساعدات الغذاء العالمي في المحويت تقول الصحيفة وصلت الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على محافظة المحويت نهب المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثالثة والمخصصة للفقراء والنازحين في المحافظة وأفدت مصادر محلية إن الميليشيات قامت بنهب 1800 سلة غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي للنازحين في عدد من مديرية المحويت مؤكدا أن السلالة تم توزيعها لموالين لهم فيما تم بيع كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار ضغطة وأشارت المصادر إلى أن هناك قاطرات محملة بالمساعدات المنهوبة تم تجهيزها وتسيرها عبر مشرفين تابعين لميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة صنعاء لبيعها في السوق السوداء ضاعت القضية العربية منذ بداية الألفية الثالثة بين مستهدف ومستعد وكأن الأزمة وهي تزداد شدة لا تريد أن تنفرج لكن التاريخ يعلمنا أن لكل نهاية بداية جديدة هكذا بدأ المغربي سعيد يقطين مقاله المنشور في القدس العربي تحت عنوان الجغرافية الثقافية ومبدأ الاستهداء من رأى في استئصال شأفة الخلافة العثمانية هدفا للتقدم هرب إلى الأمام ودافع عن الغرب باعتباره الموقف ومن تمسك بالخلافة ضد الغرب هرب إلى الوراء متشبثا بالسلف الصالح باعتباره الخلاص وعندما اشتد الصراع بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي هرب آخرون إلى الاشتراكية بصفتها المحرر مما اعتبر موقذا أو خلاصا ووسط كل أشكال الهروب كان الشعب يريد قطعة خبز وحياة كريمة وظل الحاكم يحكم باسم الشعب متدثرا بعباءة الدين تارة وبرابطة عنق العلمانية طورا فلا الخلافة تحققت ولا الوحدة تجسدت ولا الأممية جاءت بالرفاه وها هو عنق الإمامة يشرئب وصار كل يهرب ولا يدري إلى أين لم يود التحالف مع أمريكا في حربها ضد السوفيات في أفغانستان إلى بناء دولة إسلامية ولا إلى تشكيل دولة ديمقراطية ولم ينجم عن شنق صدام نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية ولم تود أسلو إلى تحرير القدس من براثن الاستيطان لم ينجم عن كل تاريخ الاستهداف الحديث والمعاصر سوى المزيد من التطرف ضد الغرب في صورته التقليدية أو امتداداته الأمريكية فظهر الإرهاب كل الذين يتحدثون عن الإرهاب والتطرف لا يريدون الذهاب إلى أسبابه الحقيقية والجوهرية يركزون على جوانب ومبررات وهم يعرفون جيدا أن سببه الذي سيظل يولده ويحفز عليه هو الجغرافية الثقافية التي أختزلها في كلمة واحدة القدس نقلت صحيفة القدس عن موقع هيلين نيكشي بيينغ الخاص بأخبار شحن البحري حول العالم أن القلق والتهديد الأكثر تأثيرا على الشحن البحري هو استهداف السفن البحرية قبالة الشواطئ اليمنية من قبل المسلحين الحوثيين بينما القرصنة في المحيط الهندي يتم السيطرة عليها وذكر الموقع في تقرير الله إن المثير للقلق حوادث الاستهداف لحركة الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية حيث استهدفت سفينة إماراتية وبارجتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر في أكتوبر ونوفمبر 2016 وأكد الموقع الذي استندت إليه صحيفة القدس أن الجهات المعنية بالملاحة الدولية أصدرت نصائح لسفن العابرة عبر المضيق الجنوبي للبحر الأحمر باب المندب وقالت النصائح يجب الحفاظ على أقصى مسافة ممكنة عن سواحل اليمن واستخدام نظام فصل حركة المرور إلى الغرب من جزر حنيش وأضافت إذا كان ذلك ممكنا ينبغي أن يتم العبور من مضيق باب المندب خلال ساعات النهار وفي أقصى سرعة آمنة صحيفة البيان الإماراتية عنونت في أحد أخبارها العالمية زيلانديا القارة الثامنة المخفية التي ستعيد رسم خريطة العالم قال علماء في أمريكا إنه تم العثور على قارة مساحتها ثلثة مساحة استراليا تحت مياه المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي وذكر الغلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة أربعة ملايين ونصف كيلو متر مربع يقع أربع وتسعون بالمئة منها تحت الماء ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزلندا وأكالي دونيا الجديدة مورتمر الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزلندا قال إنه من المحبط لنا نحن الجيولوجيين بسبب مياه المحيط هناك لو كان بإمكاننا صحب مياه المحيط ستتضح القارة للجميع وهناك سلاسل جبلية وقارة كبيرة واضحة فوق قشرة المحيط ومن المعتقد أن زيلندا انفصلت عن استراليا منذ لحو ثمانين مليون عام وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا لند شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة هاتف هتلر في مزاد عللي بالولايات المتحدة قالت التفاصيل يعرض الهاتف الذي كان يستخدمه الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر في مزاد علني بالولايات المتحدة وعثر على الهاتف المنقوش عليه اسم هتلر في القو الذي كان يتحصل به في برلين عام 1945 ويقول دار مزاد في شيكسبير سيتي بولاية ميريلاند أن سعر الهاتف سيبدأ من 100 ألف دولار ويأمل المشرفون على المزاد وصول سعره إلى 300 ألف دولار ونقلت وكالة السوشي تيد بريس عن المسؤول بدار المزاد قول إن الهاتف سلاح ضمار شامل لأن هتلر استعمله لإصدار أوامر أزهقت أرواح كثيرين خلال الحرب في ضرورة رحيل الاستبداد يكتب سمير الزبن مقالا في صحيفة العرب جديد ويقول فيه تحت ذرائع شتى وبدلالة إخفاق الربيع العربي أخذت أصوات متزايدة بالدعوات المستثرة والمعلنة الصريحة والمواربة تقول بعدم جاهزية المجتمعات العربية للديمقراطية وأن الاحتجاجات جلبت الخرابة إلى البلاد التي جرت فيها انتفاضات وأصبح استقرار القبور المسور بالسجون وبقطع الألسن الذي كان سائدا في البلدان التي شهدت الانتفاضات العربية مطلبا عند بعضهم وأن كل ما جرى ويجري ليس سوى مؤامرة على الاستقرار الذي كانت تنعم به هذه المجتمعات هناك أكثر من شكل للدفاع عن الواقع الذي كان قائما قبل الانتفاضات العربية تتلاقى كلها عند تبرير الاستبداد بوصفه الخيار الأمثل لهذه البلدان وصانع استقرارها ماذا جلبت الانتفاضات العربية سوى الدمار والفوضى إلى الدول العربية؟ يتساءل هؤلاء تظهر هذه الأصوات بوصفها دعوة صريحة إلى الاستبداد في القرن الحادي والعشرين من دون خجل معتبرة الاستبداد حالة ضرورية للمجتمعات العربية تؤدي وظيفة أساسية في حماية المجتمعات من عيوبها وانقساماتها الداخلية وهي لا ترى في الاستبداد واقعا مشينا ومعيبا فقد أية وظيفة بعد أكثر من نصف قرن من الويلات التي جرها على مجتمعاته وأن أشاهد أبشع فصولها اليوم بل هو ضرورة لهذه المجتمعات التي لا يمكن أن تعيش تحت نماط حكم آخر اللحظات الساحرة للغروب ومظهر الشمس الباذخة في الجمال قبل اختفائها وثقتها هذه الصور المنشورة في صحيفة الإمارات اليوم نتابع معكم جزءا منها في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر